موسيقى مش كده احتمال تقتله طب لو باباك ساب لك مليون دولار ديون تاخدهم ولا لأ اتورط فيهم مش كده حابب تاخد الاولى ومش حابب تاخد التانية معانك هتاخد الاولى وتاخد التانية ليه لانت نسله في نفس القصة للأسف للأسف جدنا الكبير آدم لم يترك لنا ميراثا ثروات لكن ترك لنا مديونية لكن دي مشكلة مصرية مش بس مشكلة الدين نعم دي حقيقة وعشان كده آدم ادخل الى العائلة البشرية ابشى عدوين الخطيئة الله لم يريد دخول الخطيئة ولا يريد الموت الله يقرح الخطيئة ويقرح الموت ضد طبعته الله قدوس يقرح الخطيئة الله اله حي اله الحياة يحب الحياة المسيح لما جاء عاش في الأرض أظهر الخاصيتين دول القداسة والحياة وشن حربا مهولة ضد الخطيئة والموت وانتصر عشان كده لما آدم أدخل هذين العدوين الخطيئة والموت اكتازت الخطيئة الى كل الجنس وملكت في حوالة البشر للعبيد لا يستطيع أحد أن يقاوم الخطيئة الشر رقم اتنين أدخل الموت لا يمكن أن تفلت نفس من هذا العدو القاسي لابد أنه يطرق أبوابنا جميعا لابد والسبب آدم أحد أسباب التجسد الله أرسل ابنه الوحيد متجسدا ليه الوحيد اللي يقدر يقاوم الخطيئة والموت فاتولد إنسان وعاش في العالم إنسان ونمى كإنسان وعمل أمر مهول قهر الخطيئة وقهر الموت في حياته اشتركوا في القناة